أهلاً بحضراتكم جميعاً وجمعة مباركة عليكم وعلى أساركم النهاردة جايب لحضراتكم استراتيجية وموقع رائع جداً تقدر من خلاله في اليوم الواحد تحقق حوالي 20 دولار فقط من مشاهدة الإعلانات ومشاهدة الفيديوهات وخصوصاً إن الموقع ده جماعة جديد لانج لسا الموقع ده تم إنشاؤه في أمريكا جديد والناس عملت حقا عليه أرباح وبالتاني كان دوري هنا إن أنا ألحق أشرحه لحضراتكم عشان كل واحد منكم يلحق سواء إن هو عاود تشتغل من الموبايل بتاعه أو حتى من الكمبيوتر بتاعه يقدر إن هو يشتغل على الموقع ده بدون أي مشكلة على الإطلاق والموقع مجاني تماماً بدون أي إدعاة زيرو رسمان مناسب للمبتدئين والميزة كمان إن أنت تشتغل بأسهل طريقة ممكنة على الإنترنت للتحقيق أرباح أكيدة بإذن الله تعالى طبعاً أنا الموقع قبل ما أشتغل عليه بحب دايماً أتأكد من صحته على موقع ترست بايلت وزي ما حضراتكم شايفين الموقع لسه جديد يا جماعة الموقع موقع أمريكي ولسه بس عشان هو موقع جديد عنده 15 تقييم ولكن 15 تقييم مدينه 4.1 من 5 نجوم وزي ما حضراتكم شايفين التقييمات كلها إيجابية وكويسة كلها إيجابات هتلاقي أن التعليقات السلبية أليلة جداً جداً ولكن التعليقات الإيجابية زي ما أنت شايف كتيرة وحلوة جداً وبيتشجع إن الواحد يشتغل على موقع النهاردة طبعاً الموقع أنا هتحوله للغة العربية كله كامل متكامل عشان تبقى فاهم معي أنا شغالي زي على الموقع ده وأنت كمان تقدر تحوله باللغة العربية وتشتغل معي بدون أي مشكلة خصوصاً إن الموقع بيقدم لحضرتك 7 دولار هدية تسجيلك على الموقع ودي حاجة رائعة جداً ومشجعة جداً للعمل على مثل هذه الموقع يلا بينا نخش على الموقع ننشئ على حساب ونشوف طبيعة الموقع ده إزاي زي ما وضحت لك هي عن طريق مشاهدة الإعلانات مشاهدة الفيديوهات عمل استطلاعات الموضوع سهل وبسيط جداً والأرباح بتاعته عالية جداً يلا بينا نعمل تسجيل دخول في الموقع ونشوف الموضوع ماشي ازاي طبعاً حضرتك أول حاجة بتعملها بتيجي من فوق كده وتعمل sign up عشان تنشئ الحساب بتاعك طبعاً أنا خليني أحولها لك للعربية كده عن طريق language بتخش عليها في البداية قبل حتى ما تسجل وتختار اختيار اللغة هتلاقي اللغة العربية هي أول اختيار هتلاقي ان هو جابها لك غيرها لك اعمل حفظ التغييرات حلوة وي بعد ما خلصت ارجع تاني مرة لولا هتلاقي ان الموقع كله بقى باللغة العربية بصي معي كله بقى باللغة العربية طيب عاوزين نعمل الاشتراك في الموقع ادخلك على الصفحة دي هنا حضرتك بتحط اسمك بتحط الايميل بتاع حضرتك ولازم يكون ايميل صحيح مية في المية بعد كده بتحط كلمة المرور بتاعتك جميل جدا شايف دلوقتي احنا عملنا تسجيل دخوله زي ما حضرتكم شايفين هداية تسجيل بس سبع دولار وده حاجة بتميز الموقع صراحة ان هو بيشجعك وبيقولك خلاص انت معك سبع دولار عشان تقدر ان انت تشتغل وانت مبسوط ومتحفز هو طبعا الموقع هيستفيد منك بشكل قوي جدا زي ما انت ملاحز قدامي دلوقتي في الصفحة الرئيسية في حوالي ست اعلانات الست اعلانات دولت انت كل اعلان منهم بيديك حوالي اربعة واربعين سنت تلاتة وخمسين سنت ستة واربعين سنت والاعلانات دي زي ما حضرتك شايف هتتجدد كل تسعة ساعات واربعة عشر دقيقة يعني كل تسعة ساعات وربع آآ بتبتدي الاعلانات الجديدة تنزل لحضرتك غير الاعلانات دي قبل ما نخش بس في الشرح العملي ونشوف ازاي بنشتغل على الموقع بشكل رائع جدا وسليس جدا ونشوف ازاي بتقدر لان توصل لأكتر كمان من عشرين دولار في اليوم عاوز افكروا حضرتكم بالجيباوي الاسبوعية بتاعة القناة اللي قمتها عشر دولار بتقدم لفائزين اتنين كل فائز بياخد خمسة دولار بيتم الاعلان عنهم كل يوم جمعة من كل اسبوع الساعة احداشر ونص مساء على قناتنا على التريجرام والفيسبوك بسيب لك لينكات بتاعتهم فيه سندوق الوصف الجيباوي اللي حابب بيشترك فيها كل اللي عليك صديقي انك بتعمل اللايك للحلقة اشتراك في القناة فينزل الجرس وانك تجاوب على سؤال الجيباوي اللي هبتدى اطراحها لحضرتك بشكل عشوائي خلال مدة الحلقة ركز معي لان الحلقة دي اولا قوية جدا وطبعا هي من اسأل ما يمكن ان يكون لان النوعية ديت من الطرق للربح من الانترنت مش محتاجة خبرات مش محتاجة ان انت تكون بتفهم في حاجة معينة لا الموضوع كله مجاني تماما كل اللي عليك انك تطبق بنفس الطريقة اللي انا هشتغلها مع حضرتك طيب عادينا في الصفحة الاولى ديت هي دي الصفحة اللي موجودة في لوحة القيادة اول حاجة جنب الاعلان عن الارباح اللي انت خدت مجرد ما سجلت في الموقع سبعة دولار هدية بيقولك في مكافئات بيريب انا لو دوست على المكافئات دي ده غير طبعا الاعلانات اللي ظهر قدامك دي لو دوست انا عليها بالشكل ده بيظهر لك بعض الاعلانات اللي انت ممكن بتشتغل عليها زي ما انت شايف ادي اعلان ادي التاني اختار اللي انت عاوزه مفيش فيها اي مشكلة والاعلانات دي ايضا بتتجدد كل ما بتخلصها بعد فترة زمنية معينة فعلى سبيل المثال خلينا نفتح مع بعض الاعلان الاول ونشتغله مع بعض لو دوست عليه اوبن بالشكل ده هتليه فتح لك صفحة بيسألك فيها بعض الاسئلة التقليدية العادية جدا لكل اللي عليك يا صديقي انك تجاوب عليها عادي جدا يعني انا بيقول لك هل انت اقبل من 18 سنة فاقول له نعم ايه الجندر بتاع حضرتك انا بالنسباني ميل بعد كده طبعا اي حاجة انت مش فهمها ممكن انت تترجمها عادي يما في ترجمة جوجل يما ان انت تحولها عادي في الكروم نفسه للغة العربية وكده كده مش لازم تجاوب يعني اجابات من دماغك انت هنا هو بيقول لك كارد كاش مش عال في ايه فانا هقول له كاش عادي مفيش فيها اي مشكلة بلزل تحت واقول له زي ما انت شايف في بار تحت او شريط بيفيدي اقول لك ان انت مخلص دلوقتي عشرين في المية دولك هنا ان انت توصله مية في المية وهي اسئلة سهلة جدا ومختصرة جدا مجرد ما تخلصها بتبتد ان انت تاخد كيومة من الفلوس في الحساب بتاعك هو طبعا بيقول لي ايه هي افضل الانشطة انت بتحب تعملها وبتربح من وراء فانا هقول له مثلا مشاهدة الفيديوهات بعد كده هنزل تحت واقول له نكست وهكذا وهكذا اتلاحظ معي مجرد ما انا خلصت بس المكافئات اللي هو بيعرضها علي هتي اولا ان هو فتح لي اعلانات اكتر بكتير من الاعلانين اللي كانوا موجودين في الاول بص معي يتفتح لي اعلانات اكتر دي كلها جماعة شركات هو بيبتدي ان هو يعرض الاعلانات بتاعتهم عنده وبالتاني انا كزائل لما دخلت عليهم وخلاص خلصت الاعلان بتاعهم ببتدي ان انا اخد ارباح زي ما تشف كان معي سبع دولار بقى معي اتناشر دولار طيب دي حاجة رائعة جدا دي حاجة لذيذة جدا طبعا انا لو عملت ريفريش اهو قدام حضرتك هتلاها هي الاتناشر دولار بص ريفريش تاني هي الاتناشر دولار طيب نخش على اسهل طريقة احنا عاوزين نشتغل عليها كمان النهاردة وهي مشاهدة الاعلانات او مشاهدة الفيديوهات طيب هو بيقول لك والله احنا عندنا عرض دلوقتي مدته تسعة وتلاتين سانية هتفتحه ومجرد اما تخلص تسعة وتلاتين سانية بتاخد اربعة وربعين سنت طب هقول له ماشي انا عاوز اخد العرض ده بدوس عليه بالشكل ده اعتني ان هو يفتح لي عرض هتلاقي فيه خط تحت شغال هتستنى الخط ده اما يخلص انت كده شكرا بتحقق الشرط بتاعه طب هو هنا بيستفيد ايه كموقع هو بيستفيد ان هو جاب زوار للمواقع دي وبالتاني المواقع دي بتدفع له مقابل الزوار ديت وبالتاني انت بتاخد القيمة الربحية اللي هو عارضها على حضرتك هي دي طريقة عمل المواقع دي بمنطقة البساطة عشان ما ما تشغلش نفسك هم بيشتغلوا كوسطة ما بين الشركات وحضرتك هم بدورهم ان هم يجيبوا الزوار للمواقع دي كاعلانات وزائرين للمواقع دي عشان يعلوا ترافيك والرنك بتاعهم في محركات البحث وبالتالي بيدي فعلهم فلوس وانت بتاخد القيمة الربحية طيب خلاص خلصت الخط بتدوس على كلمة كومبريت بالشكل ده جميل جدا رجعني بقى معي اتناشر دولار اربعة واربعين سنت وقالي هنا مكتمل تمام طبعا انت هنا شايف ان الاعلانات دي كلها او العروض دي بتتجدد كل تسع ساعات وست دقيق دلوقتي طيب نفس الكلام هعمله للعروض دي وارجع لحضرتك طبعا حتى فري بايك نفسه عامل معهم اعلان يعني هم دخلني دلوقتي على موقع زي فري بايك الشهير اللي انا شخصيا بشتغل عليه والناس كلها بتشتغل عليه عامل اعلان على موقع زي هذا فدي حاجة تطميني انا شخصيا لو دست كومبريت بالشكل ده تقريبا ده اخر اعلان انا عملته مزبوط بقى معي خمستاشر دولار يا شباب زي ما حدركم شايفين خلصت الست عروض اللي موجودين عندي دلوقتي وطبعا العروض دي بتزيد بعد كده يعني انت كل ما وهتعرف معي دلوقتي ازاي بتزيد ولكن كل ما بتشتغل على الموقع كل ما هستة عروض دوله الجزئية تكلمنا عليها اللي هي المكافئات بتاعة الموقع بتاعة بي ريب بنفسه واللي هي من خلالها بتقدر تعمل عن طريق استطلاعات الرأي فلوس كويسة جدا جدا بعد كده عندك الاعلانات اللي بصفة يومية بتتجدد لك كل تسعة ساعات ثم بعد كده عندك فرص اضافية للكسب بيقول لك والله في هنا استطلاع للتعريف او تحسين الملف الشخصي بتاعك وده هتاخد عني خمسة دولار تمانية وتمانين سنتي دي دي حاجة انت ممكن تعملها بمنتهى البساطة ولكن خليني اكمل مع حضرتك بقى شرح الموقع طبعا اللي احنا فيها دي اسمها لوحة القيادة اللي هي دي بالعربية ولكن بالانجليزية اللي هي زي ما حداركم شايفين عاوزين نروح بعد كده على العروض العالية هندوس عليها بالشكل ده حلو قوي هو هنا بيقول لك ايه هو بيقول لك هنا في بعض المهام المهام دي مجرد بمحاضرتك بتكملها بتاخد عشرة دولار زي ايه زي ان اول مهمة عندك انك تخلص استطلاع الرأي ده بيقول لك هتجاوب على ست اسئلة فقط لغير طيب التسكي التاني ايه ان انت هتبتدي ان انت تنزل او تطبيق معين وتفتحه لأكتر ولا قال عندك بعد كده برضو سيربي تاني او استطلاع رأي تاني بعد كده اجابة ست اسئلة بعد كده يعني بعض المهام البسيطة انت لو قريتها هتلاقي حاجة بسيطة جدا لأكتر او قال لخلصت العشر او الست مهام الموجودين عندك تبتدي ان انت تاخد عشرة دولار لأكتر ولا طيب دول المهمات هي ايه بيقول لك مساعدة الشركاء على النمام والابتقار يعني هو هنا بياخد استطلاعات الرأي بتاعتك للشركات اللي انت بتخش تعمل لها الشغل ده فالشركات دي بتعرف والله هي محتاجة ان ان هي تطور عندها ايه محتاجة ان هي تحسن عندها ايه هي السلبيات اللي عندها عشان كده حاول ان انت تكون الاجابات بتاعتك واستطلاعات الرأي بتاعتك هي حاجة فعلا صحيحة هي حاجة انت شايفها من وجهة نظرك الصح اللي انت بتحاول تتعبر بها عن رأيك عشان الشركات دي تستفيد فعلا وانت تتحقق ارباح بما يرضي اللي طيب يبقى ايه هي دي الجزء التاني الخاص بالعروض العالية وهنا انت العروض دي بتتجدد لك برضو كل شوية كل شوية الحاجات دي بتتجدد كل ما تخلص حاجة التسقاط الجديدة بتتفتح لك بعدها هيبقى دي العروض اللي عالية طيب طبعا دي انا لو فتحتها لك هي ايجابة ست اسئلة لأكتر ولا اقل خانيني افتح ها لك بالشكل ده وهو هنا بيقول لك والله الموضوع بياخد منك دي اتنين فقط لأكتر ولا اقل في الاختبار ده فقط تقول له بجين تست وتبتدي بقى معنم تجاوب الاسئلة دي اي حاجة لو انت مش فاهمها او ان انت تترجمها عادي في الكروم ولكن طبعا انا مش هادر ايخد العشر دولار الى لما بخلص التسقاط دي كلها مرة واحنا طيب هنا نخش بعد كده على التحديات اللي هو الجزء اللي بعد كده طبعا هنا التحديات دي حاجات بقى لطيفة جدا ان انت بتشوف اعلانات مختلطة يعني مجرد ما انا شفت التحدي دوت او خلصته في تلاتين خطوة هو بيفتح لي زي آآ تلاتين اعلان ولا بعض واقعنا بعض اعمل اسكيب اسكيب او نيكست وابتدي ايخد تلاتة دولار مجرد ما انا خلصت التحدي الاول خلينا نفتح التحدي ده بالكامل كده حالو هتلاقي ان هو مديني ايه واحد من ثلاثين افضل مستني الخط ده اما يخلص واخش على الاعلان اللي بعد كده طبعا الناس دي او المواقع اللي انا بخش عليها هي بتستفيد ان انا كزير ده خدت شفت الاعلانات بتاعتهم وبالتاني اتدفعوا لموقع بيريب الارباح وبالتاني انا خدت هامش الربح للموقع ما حد دهولي ببتدي ادوس هيدخلني على الاعلان التاني اللي بعد كده خليني اخلصهم وارجع لحضرتك طبعا زي ما حضركم شايفين خلصت اول تحدي معي وخدت تلاتة دولار بقى معي من خمستاشر دولار بقى معي تمنتاشر دولار يا شباب اهو الرفريش التاني الرفريش التالت عادي جدا معانا تمنتاشر دولار يا شباب تمام طبعا انت كل اللي عليك دلوقتي انك تكمل التحديات دي عندك مثلا هنا تحدي بيقول لك اعمل فيديو وارفعه على اليوتيوب طبعا انا ممكن فيديو زي دوت ارفعه عادي جدا هنا في التحدي ده واخد مثلا ال 150 دولار ليه لانا عندي ناس خلاص كتيرة شافت الفيديو ده او الناس اتفرجت على الفيديو ده بشكل اكتر من المعتاد مثلا فممكن ايخد من 150 دولار انت ممكن تعمل حاجة زي كده ممكن تبتدي ان انت تعمل فيديو ترفعه على اليوتيوب تقدمه وتاخد يا سيدي السبعة دولار لانك اتكلمت عن الموقع وعملت له تسويق على اليوتيوب فحاجة زي كده ممكن حضرتك تعملها. عندك مثلا بالنسبة ليه التحدي ده بيقول لك والله انت لو عملت مية وعشرين اعلان يوميا بيتفتح لك بقى في الاعلانات اللي بتبقى موجودة في لوحة القيادة اللي تكلمنا عليها اربع اعلانات جداد مش احنا كان عندنا ستة زائد اربعة هنا بقى عندك عشر اعلانات اللي هم بيبقوا في الصبح الرئيسي اللي هم هنا يا جماعة اللي احنا عملناهم في الاول دولة مش هم هنا ستة هيضاف لك اربعة بقى معاك عشر اعلانات دول يا جماعة اسهل حاجة اصلا في الموقع ما بتجيب فلوس كويسة جدا جدا يبقى انت عندك التحدي ده مهم ان انت تعمل مية وعشرين اعلان آآ بصفة آآ يومية هيتفتح لك اربع اعلانات في الصفحة الرئيسية بشكل مستمر طبعا بالنسبة للتحدي ده هو بيوديك بقى للناس اللي عملت فيديوهات على اليوتيوب عشان تبتلين ان انت تعمل لهم لايك وبما ان الفيديو خد لايقات ومش فينطيش على اليوتيوب فهو مجرد ان انت عديت الفيديوهات ديت وخلصت التحدي ممكن يديك مية دولار تمام ممكن يديك المية دولار على حسب الاعجابات والشغل اللي انت عملته على الفيديوهات دي ولكن ما اعتقدش ان حاجة زي كده انت ممكن تعملها صراحة لانها مش هتبقى لأي حد تمام طيب يبقى انت هنا عرفت اول حاجة الاعلانات الموجودة في لوحة القيادة سريعا كده هنراجع مع بعض اول حاجة مكافئة بي ريب الاساسية بتاعت الموقع دي بتديك على كل اعلان تقريبا حوالي خمسة دولار بعد كده الاعلانات اليومية اللي بتتجدد كل تسع ساعات ودي بتطلع منها بحوالي تلاتة دولار تقريبا عندك بعد كده ممكن تعمل ستة دولار من انت تعمل استطلاع للملف الشخصي بتاعك هيسألك شوية اسئلة خاصة بيك وانت تجاوبها بعد كده بتاخد الستة دولار الحاجات دي كلها بتبقى موجودة عندك بشكل يومي في الصفحة الرئاسية عندك العروض العالية بعد كده زي ما اتفقنا ان انت بتبقى عندك عشر او سبع مهمات بتخلصها بتاخد عليهم عشر دولار عندك بعد كده في التحديات بتبتدي ان انت تشوف بعض الاعلانات اللي عبر عن تلاتين اعلان بتاخد بعد كده عندنا ايه عندنا بعد كده يا جماعة نظام الاحالات وطبعا عشان عارف ان فيه ناس دلوقتي بتبقى قاعدة على اليمين والشمال وكده فبتقول لك والله انبوالك هيحط لنا لينك الاحالة بتاعه فيه سندوق الوصف عشان نخش عليه فاحنا مش هندوس عليه احب اقول لك ان انا هحط لك اسم الموقع بس تحت حلو كده يعني مش هحط لك حتى لينك الموقع احسن تفتكر ان انا برضو باشتغلك لا انا مش هحط غير اسم الموقع اللي هو بيرب اللي هو ظاهر قدامك لو انت مش حابب حتى تشوف السندوق الوصف مع ان السندوق الوصف المهم لانه بيبقى فيه كل السلسلة الربحية بتاعت القناة من استراتيجيات متلوع مختلفة بيبقى في بعض المعلومات اللي تهمك فيفضل ان انت تنزل تبص على سندوق الوصف بتبقى فيه حاجات تهمك جدا جدا ولكن بمنتهى البساطة انت هنا مجردا ما انت بتبتدي ان انت تاخد رابط الاحالة بتاعك وتنشر به والناس تيجي من خلال الرابط ده وتشتغل على الموقع انت بتبتدي اتحقق ارباح حلوة جدا جدا اول حاجة او اول ميزة في الموضوع ده ايه ان مجردا ما انت اي حد يجي عن طريقك واشتغل على الموقع ده وخلاص هيسحب ارباحه بالفعل انت بتاخد عشرة في المية من توتل الارباح بتاعه يعني هو لو عمل مئة دولار وسحبهم انت بتاخد عشرة دولار هدية ليه لان انت جبت ناس اشتغلت على الموقع طيب كمان ممكن تاخد واحد دولار عندما يبدأ صديقك بكسب المال يعني انت جبت احد دلوقتي يبتدى ان هو يشتغل على الموقع اول حاجة هو بياخد سبع دولار من موقع بي ريب زي ما احنا اخذنا تاني حاجة بيبتدي ان هو ياخد دولار هدية كان هو استخدم لنك الاحالة بتاعتك فقط لغير لغير العشرة في المية اللي انت بتاخدها لما هو يسحب يعني هو خلاص جاب مئة دولار وبيسحبهم انت تبتدي تاخد العشرة في المية بتاعتك طيب يبقى انت فهمت هنا الطريقتين او المستني ان انت حضرتك بتربح من خلالهم طبعا هنا انت بتشوف كم واحد دي عن طريقك هنا في الجزئية دي وبتعرف هو محققين اه فلوس قد ايه طيب يبقى هي دي نظام الاحاليات طيب نيجي في خيارات دفع عشان نعرف انت حضرتك ممكن تسحب ارباحك ازاي من الموقع وايه هو الحد الادنى لسحب الارباح ولكن قبل ما اخش الجزئية دي ده وقت السؤال الجيف هوي او المسابقة الاسبعية الخاصة بفكرة تانية واللي هتقدم عشر دولار لفائزين اتنين كل فائز بياخد خمسة دولار بيتم الاعلان عنهم كل يوم جمعة حداشر ونص مساء من كل اسبوع على قناتنا على تليجرام والفيسبوك بسيب لك اللينكاتب بتاعتهم فيه سنده الوصف تأكد ان انت تكون من اسرة فكرة تانية هناك والتابعنا على كل جديد بينزل اول باول وشروط الجيفة دي بذكركم بها ما لا اخرى ان حضرتكم بتعملوا لايك للحلقة واتمنى لانها فعلا عجباتكم في المقام الاول ان حضرتكم تكونوا مشتركين في القناة وده بيزيدني شرف ويسعدني جدا جدا وتفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكمش اي جديد بينزل اول باول لان حرفيا كل يوم تقريبا بتنزل حلقة جديدة على فكرة تانية باستراتيجية مختلفة تماما وان حضرتكم تجاوبوا على سؤال جيفة ووي اللي هتراحوا على حضرتكم حالا وسؤال جيفة ووي بمتابعة البساطة بيقول ما هي مميزات موقع بي ريب هي الطرق اللي ممكن نربح ونشتغل عليها على الموقع ده ونربح من خلالها زي ما انا شرحت لحضرتك ووضح لي في التعليقات انت استوعفت ايه من الموقع وايه هي افضل طريقة من الطرق اللي احنا شرحناها على الموقع انت شايفها منسبة بالنسبة لحضرتكم هو ده السؤال بمنطهة البساطة اتمنى ان انت كمان تعمل شير للحلقة الدار على الخير كفاعله اعملوا شير يا جماعة اللايك مجاني الشير مجاني احنا كعرب لازم نضعم بعض لازم ان الفائدة هتعم على الجميع لو انت شفت حاجة انت استفدت منها شفت حاجة عجبتك اعمل لها شير لاذقائك للايبك اعملوا لايك اللايك مجاني وبيساعد في انتشار الفيديو طيب نخش على خيارات الدفع بعد كده سريعا خيارات الدفع زي ما انت شايف طبعا التحويل البنكي وده مناسب لكل الناس عندك طرق آآ ساحب كتيرة جدا منها جوجل بلاي اللي هي بطاقات جوجل بلاي وعندك الاكس بوكس عندك البيبل وعندك البيتكوين اللي هي بالتي ار سي عيشين كل كل طرق الصحب بتاعت البيتكوين اللي هي ار سي عيشين الاسوريا من الكلام ده كله بتبقى موجودة في الجزئية دي انت بتختارها لو انت عايز تسحب بها انا شخصيا بشتغل ببيبل دايما وانا مفعله عادي جدا طبعا التحويل البنكي لو انت الطرق دي مش مناسب لك فالتحويل البنكي مناسب بالنسبة لك اكيد ولكن انا أنصحك دايما أن تتعمل بالبيتكوين أو بيبل لأنهم سهلين جداً وليس معقدين والموضوع فيهم بيبقى سأل التحويل البنكي عادي ده حاجة عادية طبيعية ولكن أنا بالنسباني دايماً بشتغل بالبيبل البيبل لطيف جداً بالنسباني أنت تقدر تشتغل بالبيتكوين وهي دي طرق السحب ولكن أكيد زي ما أنت شايف الحد الأدنى للسحب هو الميت دولار والحد الأقصر للسحب هو الألف دولار في طريقة السحب الوحدة أو في عملية السحب الوحدة عفواً يعني فالميت دولار أنت زي ما أنت شايف أنا أصلاً وأنا بشرح لحضرتك في خمس دقايق جبت حوالي عشرين دولار يعني أنا أصلاً لو عدت على التحديات دي وخلصت ودخلت على العروض العالية خدت منها عشر دولار لو أنا طلعت على لوحة الكرادة أستنيلت تسعة ساعات كمان أخلص فيهم الإعلانات دي أنا ممكن أكون عملت مثلاً من تلاتين لخمسة وتلاتين دولار هتكي تقول لي يا مبارك بس أنت ما سحبتش قدامنا قرية أرباح عاوز أقول لك أن الموقع الجديدة جماعة الموقع لسه جديد أنا غالباً ما أتكلمش عن نوعية دي من المواقع للي امتبعني وعارفني كويس أنا دايماً قناة تعليمية ربحية متخصصة في المواقع الكبيرة ذات الصمعة الممتازة مش أقول لك الجيدة كمان يعني مواقع لها الاسم المربوك بتاعها ودايماً بحاول أن أقدم استراتيجيات تعليمية ربحية مفيدة لحضرتك بشكل كبير جداً ولكن لما بتنزل النوعية دي من المواقع وبحس أن هي فعلاً مواقع محترمة ببتدي أن أنا أشتغل عليها ورشحها لحضرتك عاوز أقول لك أن هيبقى فيه جزء تاني إن شاء الله للموقع ده بعد أما أحقق الحد الأدنى للسحب يعني أنا هشتغل على الموقع ده لحد أما حقق المئة دولار وأول لما هاجي أصحابهم هعمل فيديو وحلقة تانية إن شاء الله الأسبوع الجاي لموقع بيرب وأنا محقق الحد الأدنى للسحب وأنا بسحب الأرباح وهقول لك إذا كان الموقع ده فعلاً صادق ولا لأ وهي دي كانت حلقة النهاردة بمتعل بساطة أتمنى تكونوا واستفدتم منها أتمنى الموضوع من أسهل ما يكون تقدر تشتغل من الموبايل بدون أي مشكلة على الإطلاق موقع فيه ريب اكتبه على محركات البحث بتاعة جوجل في موبايلك على جوجل كورون مشتغل بدون أي مشكلة على الإطلاق أتمنى فعلاً تكون الحلقة كانت سهلة وبسيطة كان يوم الجمعة النهاردة بالنسبة للفائزين الخاصين بالمسابعة وخطرنا الاسبعية السابقة هيتم الإعلان عنهم إنفك sorrowعب، على قناتنا اعتيم اعتري جرام والفيسبوك Wake Up ضع Очень pow점.��ه cadarnμε. من غiovب серьезًا ثم شئر ملون لأن هنالنهاردة أنا مشغول جداً جداً Bug in ponder ere achievedолж cuentare on the internet هيتم إختيارهم والإعلان عنهم على قناتنا علي strong tealygram والفيسبوك السّاء 11 ونص مساء لا تنسو الشيء الاشتراك في المسابعة الاسبعية الجديدة المستمرة حالياً لحد الجمعة القادمة د دمتم بخير دمتم في أحسن حال أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من فكرة تانية إلى اللقاء